ايه خريطة 1892 دي بقى؟ كان فيه محاولة انا بس عايزة اقول حاجة بقى اهم ان حدود مصر الحالية لم تتغير عبر الزمن اي 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 احنا ممكن نخرج خارج حدودنا في ظروف تاريخية معينة لكن الحدود الرسمية سواء في الجنوب خط 22 او في الشمال رفح طابة اه هي حدودنا دي من تتغير لكن ممكن نطلع نحاول عشان الامن القومي وده من ايام الفرعنة ما كانش بالغرض توسعي بقدر ما هو او بالاساس مش هقول بقدر بالاساس كان الغرض هو دفع الهجوم ما هو انت بيجي لك فرس وحسيين وبيجي لك يونان وبيجي لك رومان وعلى طول البوابة الشرقية دي فبنطلع وانت كنت بتكلمني عن مجده قادش غيره لكن في التاريخ الحديث خبيل ميلاد النظام العالمي اللي حيحكم العالم من 1914 يعني بعد الحرب العالمية الاولى لغاية الحرب العالمية اللي هو بريطانيا وفرنسا كان العالم بيشهد صراعات رهيبة بتطلع دولة ايطاليا بتطلع دولة المانيا ودي دول ما كانش موجودة فبيبقى فيه الدولة القومية الايطالية والدولة القومية الألمانية وعندك بريطانيا وعندك فرنسا وصراعات على اقتصام أملك هذا الرجل المريض والقضاء على امبراطوريات قديمة يعني اللي هي امبراطورية النمسي والمجر والامبراطورية العثمانية والكل عايز يارس من التورتة دي الصراعات دي على طول يعني عاكس أثارها على مصر باعتبارها في هذا الوقت كانت ولاية عثمانية ففي محاولة لتعديل للحدود واختطاع شبه جزير السين إلا أن سلطة الاحتلال البريطاني خوفا على مصالحها بالضبط خوفا على مصالحها وخوفا على قناة السويس وتجارتها في قناة السويس وقبلها طبعا قيادة الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري كله رفض اللي بيحاوله السلطان العثماني وسيناء جزء لا يتجزأ من مصر المحاولة التانية 1906 اللي هي أزمة طابة واسمها كده أزمة طابة اللي هي أزمة طابة الأولى 1906 وأيضا كان في هذه المحاولة كان في محاولة لاستخطاع برضو شبه جزيرة سين لكن بنفس الطريقة الحركة الوطنية المصرية والاستعمار البريطاني وقفوا وهنا بقى تم تحديد الحدود البرية البرية اللي هي الحالية وهي أصلا هي دي حدودنا لكن تم تأكدها من العلامة واحد للعلامة 91 وهنا ما تعينتش الحدود البحرية بالمناسبة بعدين بقى الموضوع وهو الحدود البحرية دي أوكي دخلنا فيه تجربة مرة مع الكيان الصهيوني بعد زهور الدولة الإسرائيلية فدخلنا فيه سلسلة من الحروب سلسلة من الحروب فرضت علينا صحيح 48 و 56 و 67 والاستنزاف وصوله ل 73 أخطر هذه الحروب هي المؤامرة الكبرى في 1967 اللي تم بعدها بعد نهاكسة يونيا 67 وأنا دايماً بسميها مؤامرة كبرى الحقيقة لأن الوسائق أثبتت لنا أنه كان في مؤامرة كبرى لأن مصر كانت بتصعد ولذلك وبتصعد اقتصادياً كمان فهنا لابد من تقزيم مصر وضربها وإيا مصر كانت بتلعب ضرع عظيم في هذا الوقت فتم احتلال شبه جزيرة السيناء واحتلال أراضي عربية أخرى وهنا المعجزة بقى الكبرى أنه الشعب العظيم ده بيصمد وراء قيادته العسكرية وبيتم تحريف من 67 لـ 70 لغاية ما مات جمال عبد الناصر حرب استنزاف في شهادات إسرائيلية على استنزافنا لهم وعلى امتصرنا في هذه الحرب أنا أسفاً بتكلم بصوت هذه شوية لأنني تعباني ألف سلامة أحنا بصحارين لا أنا كنت من صفحة عندي شغلي فما قدرش أثر يعني فتم استرداد حرب استنزاف ثم بعد ذلك دخلنا في حرب أكتوبر وهنا بعد الحرب كان لازم يبقى فيه وقفة لسترداد الجزء الباقي من الأرض اللي ضاعت مننا بالسلام وهنا بقى بتدخل قوة دولية وأمريكا وغيرها وبنعمل بقى فضل الاشتباك الأول وفضل الاشتباك الثاني وبنعمل اتفاقية الكامب ديفيد ومعادة السلام وفي معادة السلام لابد من انسحاب إسرائيل فبتبدأ تنسح وهي أقرة أنها هتنسح لكن في ممحكات بقى الخمسة كيلو من أول العلامة واحد ومن تنازل لغة العلامة واحدة سعين في ممحكات كان أهم هذه المناطق اللي عايزة تستولى عليها ولعبت في العلامات العلامة أربعة وتمانين وخمسة وتمانين وستة وتمانين وسبعة وتمانين دول حوالي خمسة كيلو والأهم استراتيجيا وسياسيا وسياحيا طابة كيلو متر لكن عقيدة الجيش المصري وعقيدة الشعب المصري عدم التفريط في الأرض أبدا ولو ظرت رمل واحدة ولذلك كان فيه إسرار على استرداد الأمطار دي هي طبعا كانت بتلعب فوق برضه من العلامة واحد من تنازل كده في 30 متر 20 متر حجازة كده ودول مش مهمين أوي ومع ذلك برضه أصرينا أن احنا نقص حقنا أثناء التفاوض احنا تعبناهم فقالوا خلاص احنا هنرجع في كلامنا وفيش تفاوض وحينسحب الوافد الوافد الإسرائيلي اللي بتفاوض هينسحب هنا بقى موقف للرئيس بيعمل كده طول الوقت اه طبعا هقولك على المفاجأة وانا بتكلم هنا الرئيس مبارك المرحوم الرئيس مبارك كان مفروض حيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي فلما سمع ان الوافد قرر ينسحب ويغفر المفوضات قال انه مش هيقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور جات أوامر من تل قبيب أنه يستمر الوافد في التفاوض وتوصلنا بأنه التوفيق مش هينفع لابد من التحكيم الدولي والتحكيم الدولي لا يتم إلا بموافقة الطرفين فوقعوا هما في الفخ أنا برشح طرفه هو برشح طرف والطرفين اللي اتنين دول يرشحوا التالت وقعوا في الفخ وقبلوا التحكيم الدولي حلو هنا بقى القوى النعمة المصرية بتلعب دور غير عادي في استرداد هذه في استرداد هذه الكم كيلو متر اللي كانت عايزة تاخدهم إسرائيل اتشكلت لجنة لمواجهة اللجنة الإسرائيلية طبعا احنا رشحنا وهم رشحوا وبقى فيه لجنة التحكيم الدولي اتشكلت لجنة من مصر طبعا هذه اللجنة بيخلدها التاريخ يعني أرقى أساتذة القانون الدولي في مصر وكلهم قامات الحقيقة وانا خايف أنس حد حامد سلطان طبعا الدكتور وحيد رقفط العظيم الدكتور مفيد شهاب الدكتور طلعة الغنيمي أسماء في القانون الدولي ومن جماعة القاهرة وجماعة إنشمس وجماعة الأسكندرية أسماء عظيبة طبعا وانضم اللجنة بالترشيح من الجماعية الكغرافية والجماعية التاريخية الأستاذ الدكتوري وي wi-fi ورشحاته الجماعية التاريخية والأستاذ الدكتوري voilà والاتنين أساد عزف جمعة إنشمس الكغرافية وتاريخ وهنا كانت المعركة ومعركة وثائق وخرائط لإثبات حقنا وإثبات أن إسرائيل تلعبت في العلامة 91 وعلامات رأس النقم وبدأت عملية التحكيم وطبعا أنا كنت قريب من دكتور ينام في هذه الفترة بزل جهد غير عادي في تجميع الوثائق وهنا لازم نقول لولادنا نجي معركة لا تقل يعني أهمية عن اللي شال المدفع عشان يحرر الأرض هنا شال الألم والفكر والوثائق والخرايط والموسوعات اتجمعت كلها وطبعا مصادرنا ما كانتش كفاية الخرايط اترسمت في الدولة الوثمانية ففي أنقرة أرشيف تركي تم تجميع الوثائق والأرشيف التركي في واشنطن وفي لندن وثائق جمعة الوثائق والخرايط المهمة وهنا لازم نقول أنه المخلصين والمحبين لمصر تطوعوا للشهادة لأن المحكمة كانت بتقبل كمان شهادة طيب بما أنه حضرتك قلت لي أنا كنت قريب من الدكتور يونان لابي برز هو أصر لي بحاجة قلت لي مفي مفاجأة أقولها لك في آخر الحلقة والحلقة بتمتهي فأنا مش هقدر أفوت الجملتين دول مع بعض طيب ماشي هو المفاجأة أنه هو قال لي أنه بعد ما المحكمة حاكمت لصالح مصر قال لي أنه في واحد من اليهود اللي كانوا موجودين قال لي إحنا كنا عارفين أن طابة بتاعتكم بس إحنا لازم نعمل كده فكان تعليقه بقى هو بيمزح معايا قال لي لازم نعمل كده عشان هو يهودي هو المشكلة أنه يعني فيه اعتراف هو منه الناس دول بتوعكها الصغيوني هم طول الوقت عارفين أنا أظن ذلك يعني عارفين أنه هم على باطل ويصر إصرار كامل أنه يستحق هذا الباطل وهو عارف طبعا وفي الأحاديث الجانبية تجدوا بيعترف جدا أنه باطل اعترف هو قال لي ويقولوا كده عادي قال لي مراضي عليكم أنتو عملتو جهدي جمد وجبتو الوسائق وجبتو الشهادات وجبتو كذا بس إحنا كنا عارفين أنها بتعيدكم طبعا دي ملحمة فيها تفاصيل كتيرة جدا طبعا وإنت يعني إن شاء الله نعمل حلقة عن المحطات المفصلية في تاريخ مصر بس هنبقى بدري عن كده ياريت عشان شبابنا يعني يعرف إزاي إن إحنا وجهنا تحديات عبر الزمن وإزاي هذا الشعب العظيم وهذا الجيش العظيم واجه هذه التحديات صحيح كل سنة ومصر طيبة والصحة والسلامة ومش عرف أشكر حدك إزاي دكتور مال طبعا وشرفتنا وجبرت بخطرنا لا لا لا